اعزائي طلب الطالبات دبلوم المدارس السنوية الصناعية خاصة الالكترونيات اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة لتصالات الالكترونية هنتكلم النهاردة على الغلاف الجوي الغلاف الجوي ليه فايدة كبيرة جدا 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 في عامية الارسال واستقبال ده بالنسبة للتخصص نحن كناس بتدرق يعني ناس بتاعت الالكترونيات واجهزة ارسال واجهزة استقبال انما لما نجي نتكلم على الغلاف الجوي عموما ليه طبعا فوائد كتيرة جدا هنتكلم عليها بالتفصيل وحنتكلم على المكونات بتاعة الغلاف الجوي الغلاف الجوي على فكرة عشان نبقى عارفين وفاهمين بيتكون من طبقات رقيقة جدا من طبقة رقيقة جدا من الغازات وبنسب معينة النسب دي بتبقى 78% نتوجين 21% 21% اكسجين و1% غازات اخرى زي الهليا موساني اكسيد الكربون الغلاف الجوي ده غلاف بيحيد بالكرة الارضية وزي ما احنا قلنا ليه فواية كتيرة جدا هنقولها بالتفصيل ولو مش موجود الغلاف الجوي ده سبحان الله يعني مش كانش هيبقى فيه حياة على الارض فربنا سبحانه وتعالى يعني بيخلق الحاجة وعارف هي بتمشي ازاي او بتسيء او بيسيرها ازاي الغلاف الجوي زي ما انا قلت عبارة عن مجموع الطبقات هو بتحيط بالكرة الارضية يعني غلاف بيحيط بالكرة الارضية وهو الغلاف ده عبارة عن مجموعة طبقات هنتكلم على الطبقات دي كلها بالتفصيل وهنتكلم على ايه اللي يخصنا بالزبط كناس بتدريس إلكترونيات وإرسال واستقبال عن الجزء اللي همنا في طبقات الغلاف الجوي والطبقات المعينة اللي هنتكلم عليها دي فايدتها ايه وبعدها عن الارض ايه وهنتكلم كام يعني بعدها عن الارض كام كيلو متر وهنتكلم بالتفصيل عن عملية ارسال الموجات لهذه الطبقة واستقبالها مرة تانية تعالي نشوف الأول الغلاف الجوي نشوف الكلام ده على الشاشة الغلاف الجوي اللي هو أتموسفير لما نجي نعرف الغلاف الجوي زي ما قلت لك هو مجموعة طبقات رقيقة من الغازات اللي هي النيتروجين والإكسجين والغازات الأخرى اللي هي عبارة عن الهيليوم وساني أكسيد الكربون تعاليه في الغلاف الجوي عبارة عن طبقة رقيقة مركبة من الغازات من مين؟ الاكسجين والنيتروجين والهايدروجين والهيليوم وبعض الغازات الأخرى بنسب متفاوتة تعالي نشوف فاق النسب بتاقيه تنزيم ما قلت لكهو 78% نيتروجين الاكسجين 21% والغازات الأخرى اللي هي 1% دي بيزاي مين؟ زي الهيليوم وساني أكسيد الكربون ومجموعة الغازات الأخرى الأوجون وساني أكسيد الكربون والهيليوم والهايدروجين والأزون مهم جدا زون لإنه حنعرف فايدته إيه وإحنا بندرس في طبقات الغلاف الجوي تعالي نشوف بقى فايدة الغلاف الجوي خلي بالك بقى معايا أنا لسه أقيل لك من شوية يعني سبحان الله سبحان الخالق يعني إن ربنا خلق الأرض ولفها بالغلاف الجوي بيعمل إيه الغلاف الجوي؟ أول فايدة لنا علاقة أو فايدة الغلاف الجوي وعلاقته إيه؟ بالشمس الشمس بتطلع منها أشعة فوق البنفسجية خلي بالك كويس قوي لو وصلت للأرض تبقى ضر جدا على الكائنات الحياة كلها فمين اللي بيحجز الأشعة لفوق البنفسجية دي؟ هو الغلاف الجوي يبقى أول حاجة بيحمل أرض من الأشعة اللي هي فوق البنفسجية المنعكسة أو المنبعثة من الشمس دي أول حاجة تاني حاجة فايدة الغلاف الجوي بيعمل حاجة معينة فعلا يعني بليها تأثير شديد جدا على الكرة الأرضية لأنه هو بنظم انتشار الضوء في الكرة الأرضية شوفوا الغلاف الجاوة عمل إيه؟ حمل أول الأرض من الأشعة الفوق البنفسجية لجام الشمس تاني حاجة هو اللي بنظم انتشار الضوء في الكرة الأرضية تالت حاجة بيحافظ على ثبات نسبة الإكسوجين للطبقة الملاصقة أو جزء الملاصق للطبقة بتاعة الكرة الأرضية جزء الملاصق للكرة الأرضية هو اللي بيثبت نسبة الإكسوجين فيه طبعا دي الإكسوجين أهم حاجة للتنفس النقطة اللي بنكلم فيها هو النقطة الرابعة اللي بعد كده أو فايدة الرابعة للغلاف الجوي الغلاف الجوي بيبقى فيه طبقة الإزون طبقة الإزون دي مهمة جدا زي ما احنا قلنا بتحافظها على الكرة الأرضية وفيه كمان جزء تاني ان أنا عندي مشكلة ان فيه شهب ونيازك بتبقى محتركة في الغلاف الجوي لو وصلت الأرض برضو هتبقى مشكلة مين اللي بيحجزها برضو مين الغلاف الجوي وفيه طبقة معينة لها اسم كده معين هنقوله بالتبصير للميزوسفير دي اللي هي بتعمل عملية يعني بتحافظ على الأرض من الاحتراق بتاع النهازك والشهب الفايدة الرابعة أو الهدف الرابع اللي ربنا سبحانه وتعالى برضو خالق الغلاف الجوي بيعمل ايه الغلاف الجوي ده بيبقى كان ملاية عكسة ملاية عكسة لمين؟ للموجات الكهروماتسية اللي هي اللاس الكية بياخد الاشارات أو الموجات اللي جاية من أجهزة الاستقبال وبعد كده بيستقبلها وبعد كده يعكسها على مين؟ على أجهزة الاستقبال يعني بياخد من الإرسال ويبتدي يسقط على مين؟ على الاستقبال ده جزء أو هدف أو الغرض أو فوايد الغلاف الجوي يبقى أول حاجة بيحافظ على الأرض من الأشعة اللي هي فوق البلافسيجية اللي ده من باسم الشمس اثنين بنظم انتشار الضوء تلاتة بيحافظ على نسبة اكسوجيني للجزء للمسك للأرض أربعة بيحمل الأرض من النهازك والجزء اللي خاص بالشوب خمسة بيستخدموا فين؟ في عملية الإرسال والاستقبال للموجات اللاس الكي تعالوا نشوف بقى الخمس حاجات دول اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم فائدة الغلاف الجوي فائدة الغلاف الجوي أول حاجة عندنا الغلاف الجوي بيحمل أرض من الأشعات الضرر المبعثة من الشمس اللي هي زي الأشعة اللي فوق البلافسيجية اللي أنا قلتك عليها اثنين بنظم عملية انتشار الضوء والحرارة التي تصل إلى الأرض من الشمس ويمنع تشتيتها في الفضاء يبقى ده بنظم برضو انتشار الضوء ومين؟ والحرارة النقطة الثالثة بيحافظ على ثبات نسبة الاكسوجين في الجزء المناسك لسطح الأرض أربعة بيحمل أرض من وصول الأجسام التي تحترك في الفضاء مثل الشهب في الفضاء الخارجي خمسة الغلاف الجوي هو الوسط الذي تحرك فيه من خلاله الموجات الكارومغاطسية عند انتقالها من هواء الإرسال إلى هواء الاستقبال ويعمل الغلاف الجوي كمرآة عاكسة للموجات السماوية خلي بالك الجزء ده مهم جدا لان ده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل للموجات مين؟ السماوية يعني ايه الكلام ده؟ الله يعني هو خاص بالموجات السماوية بس؟ آه نوضح الجزء ده كويس قوي 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 ركز بقى معايا لما أقول موجات سماوية إذن فيه موجات بتترسل للطبقات السماوية وطبقة معاينة اسمها الأينوسفير هنتكلم عليها بالتفصيل هي اللي هتاخد الموجات دي وتعكسها على الأرض ولو كان زي ما احنا بنقول ساتيليت وبالنسبة للإرسال التليفزيون اللي عديش أو كلام ده كله هنتكلم عليه إنما دلوقتي فيه موجات سماوية بترسل من أجهزة الإرسال للطبقات السماوية زي ما قلتك طبقة معاينة لها الأينوسفير تستقبلها وتبتدي تسقطها على أجهزة مين؟ على استقبل إذن ده خاص بالموجات السماوية هنوش دعا بالموجات مين بقى؟ الأرضية وحنا نقولنا قبل كده فيه موجات أرضية وفيه موجات سماوية إنما الموجات الأرضية اللي هي الزحفة دي اللي على سطح الأرض دي ملوش دعوة بيها اللي هو الغلاف الجوي إنما الغلاف الجوي اللي هي علاقة بالموجات السماوية اللي احنا بنسميها سكاي ويف مش جراوند ويف سكاي ويف يبقى دي أول جزء عرفنا هنشوف بعد كده عندي نرجع الشمرة تانية الغلاف الجوي خلي بالك بقى معايا ده الغلاف الجوي بنقول ده من نعم الله سبحانه وتعالى على الكائنات الحية التي تعيش على سطح الأرض إذن الغلاف الجوي مهم جدا جدا للكائنات اللي بتعيش على مين؟ على سطح الأرض كله إنسان وحيوان ونبات وكله لأنه زي ما قلتك أشعة أكسجين ضوء عرارة وكل دي مهم للإنسان والحيوان وكل اللي عندي موجودة على سطح الأرض هنتكلم دي الوقت هنشوف فايدة الكلام اللي احنا قلنا اللي يا فوائد الغلاف الجوي واحدة واحدة كده وفي نفس الوقت هنتكلم على طبقات الغلاف الجوي تعالي نشوف الكلام ده ونشوف فايدة الغلاف الجوي ايه والطبقات تاعة الغلاف الجوي طبعا الغلاف الجوي زي ما احنا قلنا عبارة عن مجموع الطبق ده هو شكل كده زي مجموع الطبق بس عنا نتكلم عن الفوائد بتاعته والغرض بتاعه الأول وبعد كده نبقى نشوف أول حاجة عندي بيوفر الدفء اللازم للحياة لجميع المحلوقات اللي هي درجة الحرارة وانتشار الضوء برضه تعالي نشوف بعد كده لو مفيش الكلام ده دفء وحرارة وضوء مفيش يعني في إنسانك بأول حاجة تاني حاجة برضه بص بيعمل كوسيط لمين اتصال بين الأرض والفضاء الخارجي هو اللي حالقة الواصلة هو الطبقة دي الطبقات دي بتاعتوا له الغلاف ده قادي الكرة الأرضية يعني الفضاء الخارجي اهو فمين اللي واصل بين ده وبين ده هو فعلا الغلاف الجوي تعالي شوف بعد كده عندي الغلاف الجوي بنظم انتشار الضوء على الأرض لسه أهلنا في الفوائد بتاعته هو اللي بيوزع الضوء على مين على الأرض شوف فقا هنا خصائص طبقات الغلاف الجوي وفيه عندي هنا مجموعة طبقات خلي بالك بقى معاه خلي بالك بقى معاه وركز كويس قوي في الكلام اللي حقوله الغلاف الجوي هو ومجموعة الخواص دي كلها هي اللي بتوفر المعيشة أو الحياة على سطح الله ففيه عندنا مجموعة طبقات ايه هي الطبقات دي هنتكلم عليها بالتفصيل وهنتكلم عليها كل طبقة بتفيدنا في ايه اول طبقة عندنا بنسميها طبقة تروبوسفير تروبوسفير دي بنسميها الطبقة المناخية شوف ركز معايا الطبقة المناخية يبقى اذا خصى بمين بالمناخ وبسموها الطبقة المضطربة برضو اللي هي التروبوسفير دي بنسميها الطبقة المناخية أو الطبقة المضطربة ليه سموها كده سموها لان بتحصل فيها التغيرات الجوية كلها الرياح والامطار والرطوبة كل الحاجات الجوية كلها بتحصل في مين ودهجة الحرارة كل ده موجود فين في الطبقة بتاعت التروبسفير والتروبسفير دي طبقة بتبعد عن سطح الأرض ركس كويس قوي معايا بتبعد عن سطح الأرض بالزبط كده تقريبا يعني من 15 إلى 16 كيلو متر يبقى دي الطبقة بتاعت مين التروبسفير بتوفر فيها أو بتتم فيها التغيرات الجوية وبتبعد عن سطح الأرض 15 إلى 16 كيلو متر يعني إذن الطبقة دي هي أول طبقة خلي بقى يكون دي الطبقة الأولى الطبقة الأولى يعني هما مجموعة طبقات بتحويت بالأرض أول طبقة بتحويت من الأرض من غلاف الجوي اللي هو مجموعة طبقات أول طبقة هي طبقة مين التروبسفير أو بسميها الطبقة المناخية أو الطبقة المضطربة طيب تعالوا نشوف بعد كده الطبقة اللي بعد كده دي بتكون الطبقة التانية بنسميها طبقة السيطراتوسفير وركز معاك ويس قوي السيطراتوسفير ودي بنسميها الطبقة المتطبقة يعني فيها طبقات خلي بقى معايا فيها طبقات يبقى الطبقة التانية الطبقة الأولى التروبسفير الطبقة التانية السيطراتوسفير وزي ما قلتك كده وكمان بتبدأ عن سطح الأرض 50 كيلو متر يبقى الطبقة بتاعة التروبسفير اللي هي الأولى بتبدأ من 15 كيلو متر تعريبا الطبقة التانية 50 كيلو متر تقريبا وبيسموها الطبقة المتطبقة الطبقة المتطبقة والطبقة دي زي ما قلتك كده أولا ما فيهاش تغيرات جوية ما فيهاش تغيرات جوية بتمتاز بإيبatas عدم موجود التغيرات الجوية دي بيساعد فيه حركة الطائرات في داخل هذه الطبقة حركة الطائرات في الطبقة دي بتبقى سهلة جدا بس فيه عندي حاجة بقى مهمة جدا في الطبقة التانية دي اللي هي الستروتسفير ايهي الطبقة دي فيها طبقة من الأوزون طبقة سراتسفير دي فيها طبقة الأوزون داخلها وطبقة الأوزون دي لو مش موجودة الأشعة اللي فوق البنفسجية هتوصل للأرض فكريتنا الفوائد اللي احنا قلناها من شوية يبقى كل فايدة من الفوائد دي زي ما قلت لك كده فيها طبقة بتخلي أو هي اللي بتوضح الفايدة أو الميزة في الجزء ده يبقى إيزا طبقة السلاطسفير فيها طبقة الإزون طبقة الإزون دي بتحافظ على كوة أرضية من مين من الأشعة اللي فوق البنفسجية اللي جاية من الشمس نشوف الطبقتين دول وبعد كده نتكلم على باقة طبقات اللي هي طبقة مين طبقة الميزوسفير وطبقة السرموسفير وبعد كده نشرحهم بالتفصيل نشوف الكلام ده يبقى مجموعة الطبقات أول طبقة عندي خالبية كتروبوسفير أهي طبقة أول طبقة قريبة من الأرض طبقة التانية سلطراتوسفير دي اللي فيها الإزون ودي الطبقة دي فيها التغيرات الجوية اللي هي طبقة تروبوسفير دي ما فيهاش تغيرات جوية خالص وفيها طبقة الإزون اللي هي بتحافظ على اللي هو الخط ده شايفة وهو بتحافظ على مين بتحافظ على الكرة الأرضية من الأشعة الفوق الميزوسفير دي طبقة تالتة وأبرد أقل درجة حرارة في الميزوسفير وهي دي اللي خاصة بموضوع الشوب والنيازك اللي هي بتحترك في الفضاء الخريج السرموسفير ودي أعلى درجة حرارة في الطبقات الغلاف الجوي ودي بتوصل درجة حرارة فيها قد توصل 1200 درجة مئوية إنما وبردو هتبعد 590 عن سطح الأرض كيلومتر والطبقة بتاعت الميزوسفير دي بتبعد حوالي 85 كيلومتر تعالي نتكلم على الطبقات دي باختصار شوية وبعد كده نتكلم عليها بالتفصيل يبقى أول طبقة عندي عادي أول طبقة هي طبقة مين تروبوسفير فين أهيه ودي الكرة الأرضية يبقى دي أول طبقة في الغلاف الجوي تعالي نشوف كده الطبقة دي هي فيها الخاص بتاعتها أول حاجة أقرب طبقة للغلاف الجوي تاني حاجة بها نسبة كبيرة من بخار الماء خلي بالك معايا فيها نسبة كبيرة منين من بخار الماء وأنا قلت لك فيها التغيرات الجوية كلها وبتبعد تقريبا خمستاشر في المية أو خمستاشر خمستاشر كيلو متر طيب هنا بقى زي ما قلت لك كده تحدث فيها الزواهر الجوية مثل الغيوم والأمطار والضباط زي ما قلت لك كده كل ده فين في طبقة التروبسفير قد فيها عمطارة هو نشوف كده والتقالبات الطاقس والضغط الجو رطوبة كل دي بتحصل فين في طبقة التروبسفير اللي هي أول طبقة ملسقة لسطح الأرض من الطبقات الغلاف الجوي طبعا هنا برضو بنقول ان التغيرات الجوية منها الرياح والرياح اهو نشوف فقا بعد كده عندنا الطبقة التانية بص كده الطبقة التانية اليمين السطراتوسفير اول حاجة بتخلو من الزواهر الجوية ما فيهاش ولا غيوم ولا أمطار ولا ضباب ولا رياح ولا اي حاجة خالص وده اللي بيساعد في حركة اه الطائرات داخل هذه الطبق نشوف بعد كده الجزء الخاص اهو تمتاز باستقرار الجو اهو حركة الطائرات فيها سهلة ليه بقى لاني فيها استقرار بس فيها بقى بص الجزء المهم جدا غاز الازون اللي بيحمي مين بيحمي الارض من الاشاعة الفولة الملسطيجية اهو بيحمي الارض من الاشاعة اللي جاية منين اللي جاية من الشمس مين ده الغلاف بتاع طبقة الازون اللي هو موجود داخل طبقة استراتو فلي بالك بقى معاي يبقى ايزا لو انا شفت الطبقة الاولانية للتروبوسفير فيها التغيرات الجوية كلها احنا كنا بنقول عليها الرياح والامطار وكلام ده كله دي الخواص بتاعتها انما الطبقة التانية اللي هي استراتو سفير احنا قلنا طبقة خالية من الغيوم والرياح وفيها اشتغيرات الجوية عشان كده بيبقى في حركة الطبقة ده فيها سهلة انما الجزء المهم جدا هو جزء طبقة الازون اللي موجود داخل مين داخل طبقة استراتو سفير ولو ما فيش ازون يبقى ايزا الاشياء عربة نفسجية هتوصل للارض طبعا بتبقى مؤسرة او قاتلة وده اللي احنا قلناه برضو في فوايد الغلاف الجوي يبقى دي الطبقة التانية طبقة اولى تروبوسفير طبقة تانية استراتو سفير اللي هي بتبقى عن الارض خمسين كيلو متر تعالى نشوف بقى والطبقة اللي اقول زي ما احنا قلنا طبقة الجزء اللي خاص بالتروبوسفير معك من خمستاشر لحد عشرين كيلو متر لين احنا يقول الكلام ده كله تقريبا طيب تعالى نشوف بقى الطبقة الثالثة نشوف الكلام يبقى انا عرفت دلوقتي قادي الطبقة بتاعت دي الاشاعة الفوق المنفسجية مين اللي بيحجزها طبعا المين الازون الطبقة الثالثة الميزوسفير بص بتوصل فيها درجة الحرارة تقريبا من ناقص تسعين الى ناقص مية وبيتجمد خليب اجبا معايا وبيتجمد فيها بخار الماء ركز كده معايا الطبقة الثالثة اللي هي الميزوسفير وتبعد خمسة وتمانين كيلو متر عن سطح الارض كل بخار الماء اللي فيها بيتجمد والتجميد بتاع بخار الماء دي فايدة كبيرة جدا في مين في مقاومة الشهب والنازك اللي بتحترك في الفضاء الخارجي وما يخليهاش توصل لمين للارض برضو دي فايدة من ضمن الفوائد اللي هي الفايدة الرابعة اللي خدناها في مين في فوائد الغلاف الجوي يبقى الطبقة التالتة اللي هي الميزوسفير ودي اقل يعني او اعلى درجة برودة فيها ما فيهاش درجة حرارة بقولك درجة البرودة فيها بتوصل من ناقص 90 الى ناقص 100 وفيها بيتجمد مين بخار الماء وبيسموها الطبقة ايه بيسموها الطبقة الوسطى لان هي بتقع بين طبقة السيرموسفير واليكسوسفير وفي نفس الوقت وطبقة مين طبقة السستراتوسفير يعني اللي قابليها السستراتوسفير وبعدين طبقة مين الميزوسفير والطبقة اللي بقعدها على طول اللي هي السيرموسفير اللي هي الطبقة الحرارية عشان بكده بيسموها الطبقة الوسطى يعني اللي هي موجودة فين في المنتصف هنتكلم برضو بالتفصيل عن الطبقة دي وهنتكلم بالتفصيل على كل الطبقات بس احنا هنتكلم دلوقتي على الطبقة الثالثة ونشوف الخواص بتاعتنا. نرجع الشاشة مرة تانية. اكثر الدرجات طبعا الرطوبة او الدرجة الحرارة اكثر الطبقات برودة. هي مين? هي الطبقة الثالثة اللي هي الميزوسفير. طيب الميزوسفير فيها ايه بقى? زي ما قلتك بتبقت خمسة وتمانين. شوف زرجة حرارة بتتنقص فيها حد كم? لحد ناقص مية درجة. بيتجمد فيها بخار المياه فيتحول لسحب الشالجية. ده اللي بساعدني بقى في مين? بص. بتحمل ارض من الشوب والقادمة من الفضاء. اهيه. الشوب والنيازك بديجي هنا اوه. بلاش لها تأسير خاص? طبقة الرابعة اللي هي السيرموسفير. بيسموها مين بقى? الطبقة الحرارية. ركز بقى معاه. اكتر طبقات الارض درجة حرارة هي السيرموسفير. حتى بين من اسمها. كلمة سيرمو يعني حرارة. سيرموسفير درجة الحرارة طبعا بتبقى عالية جدا. اللي هي الطبقة دي. وركز معاه في الكلام اللي هقوله ده كويس قوي. السيرموسفير طبقة كلها. درجة حرارة فيها ممكن توصل ل 1200. السيرموسفير فيه جزء علوي وفيه جزء سفلي. الجزء السفلي اولا هي بتبعد خمسمية وتسعين كيلو متر عن سطح الارض. ده الطبقة مين? الطبقة بتاعت السيرموسفير. فيها جزء علوي زي ما قلت لك وفيها جزء سفلي. الجزء السفلي بيبقى فيه غازات متأينة. الركز كويس قوي. فيه غزاء جزء السفلي من طبقة السيرموسفير فيه غازات متأينة. عشان بكده بيعمل لي طبقة متأينة. داخل طبقة السيرموسفير فيه طبقة في الجزء السفلي متأينة اسمها طبقة الايونوسفير. اسمها طبقة مين? الايونوسفير. دي مهمة جدا لعمل التصالات. او الموجات الكارومانسي. يبقى في الجزء السفلي فيه طبقة الغازات فيها بتتأين. بسموها الطبقة المتأينة. اللي هي طبقة الايونسفير. ده في الجزء السفلي من مين? من السيرموسفير. الجزء العلوي من السيرموسفير بيبقى فيه طبقة تاني اسمها اكسسفير. ودي اعلى درجة حرارة. ودي اللي بيبقى موجود فيها مين? الاقمار الصناعية. بيبقى موجود فيها مين? الاقمار الصناعية. يبقى ازا السيرموسفير? فيها جزء علوي وفيها جزء سفلي. الجزء السفلي هو مادة او طبقة الايونوسفير. اللي هي بتاعة الغازات المتأينة. والجزء العلوي منها اسمه الايكسسفير. تعال نشوف الطبقة دي ونشوف تفاصيل الشرح بتاعها ايه? يبقى اول حاجة عندي اعلى طبقات الغلاف الجوي طبعا اخر حاجة طبعا يعني اكسر حاجة فيليه. وبتستمر الفضاء الخارجي هي اخر طبقات ايه? هي دي? والفضاء الخارجي اهو ده. وهي اعلى درجات الحرارة بتبقى فيها طبعا. في الطبقات كلها. ادي الطبقة اللي هي الرابعة السيرموسفير. اكسر الطبقات حرارة. درجة حرارة. اعلى الطبقات. بصوا هنا الاكسسفير في الجزء العلوي. شوفهو? الجزء العلوي اللي فيها. الجزء العلوي تدور فيه معظم الاقمار الصناعية حول الارض زي ما قلت لك كده يبقى جزء علوي هو بيبقى فيه الاقمار الصناعية اهو شايف اهو ده الجزء مين العلوي اما الجزء السفلي ايوة ده بيبقى فيه طبقة اللي هي الغازات المتأينة الجزء السفلي يمكن بص خليبات موجات الراديو والتلفزيون الارض اهو ده بيأكسها اهو هي بقى طبقة مين هنا الجزء ده اللي هو طبقة الايونسفير اللي جاية منين من تأين الغازات اللي موجودة في طبقة السلموسفير يبقى طبقة السلموسفير هاي قل لها جزء السفلي فيها بيبقى فيه طبقة اسمها ايونسفير والجزء العلوي كله فيه طبقة اسمها اكسوسفير طيب ده بالنسبة لمين للجزء اللي خاص بالطبقات اه دي الجزء بتاع موجات الايه اللاسلكية لموجات الراديو تعال نشوف كده الملخص بتاعهم اهو بص كده تركز بقى كويس اهو في الكلام اللي هقوله لو بصت كده هلاقي عندي ادي الكرة الارضية هي وادي اول طبقة اللي هي تروبوسفير الطبقة التانية اللي هي ستراتوسفير والطبقة التالتة اللي هي الميزوسفير والطبقة الرابعة اللي هي سلموسفير وزي ما قلت لك كده الطبقة الاولى هي اقرب الطبقات للارض اللي هي مين تروبوسفير وفيها نسبة كبيرة من بخار الماء وتحدث فيها الظواهر الجوية مثل الغيوم والضباب والرياح والامطار وطبعا زي ما قلت الطبقة دي بتبعد من 15 يعني تقريبا كده من 15 الى 20 كيلو متر تعالى بقى هنا الطبقة التانية الطبقة التانية زي ما قلت لك كده اللي هي طبقة الستراتوسفير ودي اللي هي بيبقى فيها الغلاف الازوني اللي هو بيحافظ على الارض من الاشعة اللي فوق البنفسجين طبقة التالتة اللي هي مين ميزوسفير ودي اكثر الطبقات درجة حرارة او اقل درجة حرارة فيها بتوصل زي ما قلنا من 90 الى ناقص خليباك معايا من ناقص 90 الى ناقص مية ودي بيبقى فيها الجزء اللي خاص ببخار الماء بيتجمد وده اللي بيقاوم عملية الشهب والنياز اما الطبقة الرابعة زي ما احنا قلنا اللي هي طبقة السيروسفير فيها جزء علوي اسمه الاكسوسفير وفيها طبقة جزء سفلي اللي هو الاينوسفير كده انا عرفت الطبقات بتاعة الغلاف الجوي باختصار هنبتد نتكلم عليها بالتفصيل وكل طبقة الخواص بدعيتها ايه بالزبط من حيث التركيب بتاعها وترتبها ترتبها الاول وتركيبها والخواص بتاعتها بتمنها بايه الضغط الجوي درجة الحرار بتاعتها هنتكلم على كل طبقة بالتفصيل كلام ده ان شاء الله بإذن الله هيتم في الحلقة القادمة بكده يبقى وصلنا نهاية حلقة اليوم نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله